قاسمتهم فرحتي الشاركوني بسمتي يبعد يلهم لما نشتم عطر ديره عطر ديره اي روحي ميشتاقة وتحل وتارسي عيوني الحزين بيد شمعه قلب دمعه تواسبه تواسبه ما ألقى مثلهم وين ما أمشي لما ضيعتهم ضيعت كل شيء ما ألقى مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمره وحل العقدة من لساني يفقه قولي صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك وعلى وعلى ولدك المذبوح الشهيد الحسين الحسين بن علي عليهم السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز هموان أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم من بني يا سيني فأغاث صبيته الضمى بمزادة من ماء مرصود الوشيج معيني حتى إذا قطعوا عليه طريقه حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكميني ودعته أسرار القمال شهادة رسمت له في لوح هال مكنوني فمشى إليه السبط ينعاه كسر تلآن ظهري يا أخي ومعيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعاز حصوني خوي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا نهروني ولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميه هيني ولو عيني يحسين الحق عضيدك وعيه عفيا بك آآآآآآآآ يا وعاءنا اندهشنا وراح من عدنا وعينا وعينا يوم الصح يلحق علي يوم الصح يلحق علي وأما الحسين لمن وصل لحسين صاد تعضيده صالوا اجاع عنده بشاع العميده عباس بعدك للعمور ماريده يا أخويا شيفي ايدني ومنك طاعت الظن يا قمره الشميل تشيع بوصافك يا الملك يروح الخصوم لو شافك خويا مفرد يبو فاضل بقيت خلافك وقدرت تجي الي العدايا يا وتدنى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في محكم كتابه ومني في خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عباة أدي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تعجيلا لفرجي المولى المفدى المهدي المظفر والهادي المنتظر الغائب عن معاينة الأنظار والحاضر في قلوب الأخيار قطب عالم الإمكان صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفية الطافة ومزيد عناياته عطروا مجلسكم هذا بذكر صلاة على محمد وآل محمد على محبة الزهراء لا بأس بالثانية على محبة الحسن والحسين الثالثة يرحمكم الله نعم ليلة الجمعة ليلة استجابة الدعاء فلا نهملها ليلة عظيمة ولا سيما أننا بين مناسبتين بين مولد السيدة زينب الكبرى فخر المخدرات عقيلة الطالبيين بطلة كربلا عابدة آل علي وبين استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام فلأجدر بنا أن نهتم بموضوع كموضوع الدعاء وإذا تذكرون أسلفنا في الأمس أن الله جل وعلا أخفى أربعة في أربعة تذكرون الرواية الأولى أخفى أولا أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما وافق رضاه هذا واحد واثنين وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وثلاثة شاهدنا مولانا وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق قلوا إياي إجابته صح لولا وخاصة ليلة الجمعة اللي عندنا النبي يعقوب ابن إسحاق على نبينا وآله وعليه السلام لما طلب أبنائه منه التوبة والاستغفار إلى الله أجله سوف قلوا إياي أستغفروا أجله إلى السحر يقول الإمام الصادق أجله إلى السحر من يوم الجمعة مثل كذي مولانا الليلة ومثل كذي ساعات مباركة وخاصة السحر من يوم الجمعة فشاهده عزائي شنو أرجع إلى الآية الشريفة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا أمعنت النظر في الآية الشريفة يقول العلامة الطبطبائي في تفسيره الميزان لما يصل إلى هذه الآية الشريفة مفسرا إياها يقول أنه إذا أمعنت النظر في الخطاب الإلهي تنظر شنو تنظر مدى رفق الله ومدى حنان الله ومدى رعاية الله بعباده حيث أن الله جل وعلا في هذه الآية الشريفة يذكر ذاته المقدسة سبع مرات ويذكر عباده بنفس العدد أيضا سبع مرات وإذا سألك عبادي ترى أنت عبدي لتروح مكان بعيد ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فشوفوا عزائي طبعا هناك رواية لطيفة ويوم من الأيام مولانا في كثير من الأحيان قد الدعاء حتى أفضل من العبادة عجيب ما يصير مولانا معقولة يعني ويوم من الأيام ما أحدش على الإمام الباقر قال له مولاي جعلت في ذاك أسألك سؤال عن رجلين دخل المسجد قال له حلو قال له واحد منهم شنو يعبد الله والثاني يدعو الله أيهما أفضل؟ الأمام أول شي ما حدده قال له كلاهما حسن إذا تقدر تجمع بيناتهين فنور على نور قال له مولاي لا أبي منك جواب بالتحديد طيح لي مولانا شنو العبادة أم الدعاء الأمام قال له بل العبادة نعم بل الدعاء وأفضل أما سمعت قول الله ودعوني أستجب لكم شايف له لا فهنا أولانا أو يوم من الأيام الأمام الصادق هو قاعد ويأصحابه قال لهم نعم قال لهم سل تعطى اسألوا اسأل الله حاجتك قال له سل تعطى فإن العبد إذا سدفه إذا ساكت لم ينبس ببنتي شفه طبعا أنا أفوض أمري إلى الله ولكن شنو هذا مو معناته الله سبحانه وتعالى يأمرني بالطلب عندنا بالرواية أن هناك منزلة لا تنال إلا بمسأله إذا أنا سألت الله مولانا هذا يسبب الخشوع خنوع إذا الباري جل وعلا والعكس بالعكس فيقول الإمام الصادق عليه السلام ما من شيء أحب إلى الله ليلة الجمعة مولانا صح له لا ما من شيء أحب فلنستغل الفرصة أحب إلى الله من أن يطلب من أن يطلب أنا أطلب من الله حاجتي ما من شيء أحب إلى الله من أن يطلب ويسأل وما من شيء ومن عبد أبغض والعياذ بالله من الله أو إلى الله أبغض إلى الله من عبد سدفاه ولم يسأل هذا يبين أنه حاشاكم هذا متكبر هذا يتبختر أمام الله جل وعلا فشوفوا عزائي أن هناك منزلة لا تنال إلا بمسأله سل تعطه فإن العبد إذا سدفاه لم يعطه وعلم أنه ليس من باب يقرع إلا ويوشك أن يفتح لصاحبه مرة مرتين ثلاثة أحاول مولانا مرتين ثلاثة أربعة خمسة ما يخالف هذا ليس معناه أنه ربك ما يحبك لا بالعكس عندنا مولانا ما مضمون الرواية فأحوى الرواية أنه بالعكس إذا الله جل وعلا أحب عبدا أحب أن يسمع دعاءه ونداءه يقول هذا لتنطون حاجته أجلوها عشان هم يجيني هم يسألني هم يكرر حاجته أبي أسمع صوته وبالعكس مولانا لا سمح الله أذا يكون مبغوض عند الله يقول هذا عطول حاجته خل مثل ما يقولون نفتك من عده بس خل يروح بعد ما أبي أسمع صوته ولا أبي أشوف ويهشوف مولانا فكل ما نسأل من الله ما يخالف هذا يبين أنه نحن بموضع وبمرأة وبعين الله جل وعلا نعم سل تعطى من سدفاه ولم يسأل لم يعطى فشوف عزائي طبعا سأريد أخذك إلى شاهد عن الأئمة أهل البيت ودعاؤهم وأنه كم وكم نحن بمرأة ومنظر من الأئمة أهل البيت عليهم السلام العترة الطاهرة محمد وآل محمد قبل ذلك مولانا أذكر إشكالية مولانا شبهة وأرد عليها وراح أتطرق إلى شنو مسألة الدعاء عند الأئمة عليهم السلام فشوفوا عزائي مول بعض يشكك في الدعاء يقول أنا إش دخلني بالموضوع هو ربي أدر بالموضوع أنا إش معنى أدخل في شؤون الله صح له لا أو تشوف البعض الآخر يقول لك شنو يقول لك أنا إذا سألت الله جل وعلا راح أقعد بالبيت بعد ما راح أسعى ما راح أجتهد ما راح أجد لا مولانا بالعكس هناك روايات تؤكد على عكس هذا المعنى الدعاء لا يعني الفتور والخمول والكسل والتهاون والتقاعس والتراخي بالعكس الدعاء يدفعك نحو الأمام فشوف مولانا عندنا بالدعاء أربعة لا تستجاب لهم رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني يجي النداء من الله جل وعلا ألم أمرك بالطلب شتح وقاعد بالبيت وعدنا مولانا بالرواية عن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام يوم من الأيام شاف واحد قاعد مولانا وشنو أخلص نفسه للعبادة صو مع كذا مسجد شتسمي ما أدري قاعد ويعبد الله ليل ونهار قال تعال عاد انت شلون تسترزك من يعطي لك خبزك انت أهلك كذا قوت لازم تسعى له لا قال أخوي متكفل بي قال اعلم أخوك أزهد منك قال عجيب أنا قاعد ليل ونهار قال أخوك أزهد منك ربك جل وعلا يحب أن يرى المار وهو يأكل من كد يمينه وعرقي جبينه صح له لا فأولا ممن لا يستجاب دعاؤهم رجل جالس في البيت وهو شنو وهو يسأل الله أن أرزقني فيأتي النداة ألم آمرك بالطلب ورجل بينه وبين زوجته مشاحة إذا أنا أقدر مولانا أحل الموضوع سلامات ما يخالف شكوا بيها أما إذا ما أقدر أو أمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان إيش دعوة أأذي المقروضة وأأذي روحي ما لداعي مولانا فرجل عند زوجة ما يقدر يعيش مولانا وياها عيشها نية فدائما يقوم يدعي عليها فيأتي النداء من الله إذا أنت ما تقدر تعيش وياها ليش أم أذيها المقروضة هاي بنت الحلال طلق صراحة خلت روح فيأتي النداء ألم أجعل أمرك إليها هذا اثنين هذا أم لا يستجاب دعاءه ثلاث مولانا رجل أسرف أمواله فيطلب من الله الرزق فيأتي النداء ألم أمرك بالاقتصاد مؤول ما رتبوا نعم نزلوا الراتب مولانا على طول أصرفها وبعدين أقعد ملوما محسورة صح له لا مولانا ولا تجعل يدك مبسوطة كل البسط فتقعد ملوما محسورة الاقتصاد مولانا لا قلة ولا كثرة ألم أمرك بالاقتصاد هذا ثلاثة والرابع من من لا يستجاب دعاءه رابعا من أدان ماله بغير بينه مولانا يجينا يقول فلان اكل علي مالي ما أدري هو ما أدري رجل مدين كذا أولا عندنا بالرواية لا تغتروا بكثرة صلاتهم وصيامهم ولعل المرء لهج بها وإنما اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة مولانا يبي يزوج بنته يقول لا والله شفت خوش إنسان ليل ونهار بالمسيد يصلي ما يخالف هذا الزين ولكن كافي لا والله اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة مولانا أدنت مالك أخذ شهود مولانا شنو المانع شنو الغريب شنو الضائر أكبر آية في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أكتبوا لانا وأنام نومة العروس مرتاح البال مطمئن النفس وأنه ليل ونهار مشدوه البال أنه هذا راح يرجع لي يا ما راح يرجع لي شسوي كذا لا لا ما لداعي فهنا رابع واحد منه ممن لا يستجاب دعاؤه رجل أدان ما له بغير بيناه فيقال له ألم آمرك بالكتابة فشاهدي شنو مولانا الدعاء لا يعني الفتور والشنو والتهاون عن العمل والجدية وإحنا عدنا مولانا بالنسبة للدعاء إذا أردت أن يستجاب دعاؤك فاجعل دعاؤك بين صلاتين لمحمد وآل محمد ومثل ما قلت لك مولانا الجليل ترى احنا بمرأة من الأئمة العترة الطاهرة معدنا بالرواية إن الله اطلع إلى الأرض واختارنا واختار لنا شيعة يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم فينا أولئك منا وإلينا فشوف عزائم وهذا يوم من الأيام يوم من الأيام هذا رميلة رميلة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين يقول أنا شفت وجدت في نفسي وعكا شديدا مرضت مرضا شديدا فلما كان يوم الجمعة فشعرت في نفسي خفة شفت لا الحمد لله اتحسنت فقلت ما أحلى أن أفيض على وجهي من الماء وأصلي يوم الجمعة خلف أمير المؤمنين بعد أكو أحسن من هذا مولانا يقول فعلا توضيت اجيت وقفت خلف أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب يقول صليت الإمام اجي بعد الصلاة صعد المنبر قام يخطب في الناس لمن مولانا يكمل الخطبة نزل نزل وطلع من المسجد أنا لحكته أخذته أقف وأثرة الإمام التفت لي قال لي يا رميلة استعاني لا كلمته ولا حاتيت ولا وقفت على طول خلفه وصلت الإمام التفت لي قال لي يا رميلة رأيتك وأنت متشبك بعضك في بعض شفتك مو مرتاح يقول أنا استغربت هل جمع الغفير الإمام التفت لي قلت لها الإمام شايفني أو شنو ممرتاح كذا فقل لي أعلم قلت لي نعم مولاي أنا ممرتاح مريض كذا القضية كيت وكيت فوجدت في نفسي خفة فقلت فلأصلي خلف أمير المؤمنين فقل لي أعلم يا رميلة ليس مؤمن ليس مؤمن يدعو إلا وأمنا لدعائه أو يحزن وحزننا لحزنه الله أكبر يحزن وحزننا لحزنه يدعو فأمنا لدعائه الله أكبر شوف مولانا ترى أنت هالوجوه الطيبة المشرقة بالولاء بالتمسك لآل رسول الله دعا نعم دعا الله فأمنا لدعائه السهنان غريب يقول الإمام قام يكمل قال لي ولا يسكت الستارة أنا مولانا الناس يروحي بعد أصلا الدنيا ضاقت علي بحذافيرها بعد لا أدعو لا كذا ولا يسكت إلا ودعونا له إحنا ندعو له إحنا نطلب من الله أن يفرج عن مشاكله وكربه شايف مولانا ولذلك عندنا الشاعر لما يخاطب الإمام أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام على الله في كل الأمور توكلي وبالخمسة الأطهار دوما توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي يقول للمولاي بس أسئلك السؤال قللي تفضل قللي مولاي هذا لمن معك في القاص اللي قاعد تشوفه صح ولكن ما رأيك في الذي في شرق الأرض وغربها إذا كم أنت شنو تدعو له أن تتأمن له إذا سكت أنت شنو تطلب من الله أن يفرج همومه قل لي يا رميلة أين أنت مولانا وإحنا عدنا بالرواية عن المولى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم فشايف مولانا فالإمام يقول رد علي رد عنيف قل لي يا رميلة اعلم ليس من مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها إلا ونحن نراه ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عنه وعن كربه فشاهد يا عزائي نسأل الله جل وعلا بحق هذه الأيام العزيزة على القلب وبحق أحب الخلق إليه محمد وآل محمد أن ينور قلوبنا بنور الهداية والإيمان وأن يقضي حوائجنا للدنيا والآخرة بفضل وبركة صلاة أخرى على محمد وآل محمد وإذا الرجال توسلوا بوسيلة بعد آنش عندي وسيلة غير الإمام أمير المؤمنين غير الحسين غير الحسين غير فاطمة الزهراء صح له لا وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلتي حبي لآل محمد الله طهرهم بفضل نبيهم وأبان شيعتهم بطيب المولدي وقلت لك مولانا نحن نقترب من أيام الفاطمية من أيام مكسورة الضلع ناحلة الجسم بضعة رسول الله فاطمة الزهراء أولا تعال آنوا إياك ليلة الجمعة نوجه خطابنا إلى غريب كربلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليك يا أبا عيدها الزيارة السلام عليك يا أبا عيدها الزيارة وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين تعال هالليلة نكون في رحاب كفيل زينب قمر العشيرة بالفضل العباس ليلة الجمعة وترى كله إحنا أصحاب حوائج آجركم الله مذكرت لك مصائب الزهراء وترى العباس إلى منزل خاص عند الزهراء مولانا إلى جاه وجيه عند الزهراء آجركم الله ترى يقول بعض أهل المنبار ما نادى العباس بالأخوة إلا حين أعطى الأخوة حقها أنا ذاك نادى أخا أبا عبد الله عليك مني السلام عادل حسين حضر لها أخذ راسه جعله في حجره تتصور الحالة لو لا ترى صعب فقد الأخوة إن شاء الله لا يكون في جمعنا هذا من فقد عزيزا فقد أخا عن غريب ولا سيما إذا كان الأخ مثل أبي الفضل العباس يقولون الحسين سأله يا أبا الفاضل صار لي خمسة وثلاثين سنة أنا أمتانيك تنادي يا أخويا تقل لي أخويا وتناديني سيدي مولاي اش معنى هلمرة صحت لي أخويا قال لي يا أبا عبد الله بلا لما هويت إلى الأرض شفت جفوف طاحا على الأرض وشفت محنية الظلع تنادي يم يا عباس يم يا عباس هاجركم الله أقول هذا حال الزهراء ها عرفت شلون منزل للعباس عند الزهراء يا زهراء نظر نظر مولاتنا وعلها حاضر في مجلسنا هذا وتبكي ببكائنا ها عجركم الله أقول وما حال الحسين لما سمع نداء أخيه هل وقف بمكانه لا والله رما بنفسه من على ظهر جواده وهو ينادي الآل الكسر ظهري الله الله والله حلوة هاي الدموع ها على العباس وقلت حيلتي وشمت بي عدوي عاد هناك العباس ها باعتبار أن سهما نابت في عيني تتصور الحال الأولى تعيش المصيب لا لا حالك حال الحسين أجركم الله وأن الدماء سالت من الرأس ومن العين الأخرى وانجمدت عليها فما قام يبصر أبو فاضل ها بعد ما قام يعاين أحس بحركة فارس تصور أن رجلا من الأعداء جاء ليحتز رأسه الشريف قال يا هذا إلا ما أملتني يأتي أخي وادعوه ويودعوني أشم ويشمني بعد هناك الحسين ما أتحمله انفجر بالبكاء مناديا أخي أبا الفاضل أخوك يقل له يا عباس حس حسين يمك خويا يبتش وخلط دمعه بدمك وحاير يبو فاضل بلمك وسكين وسكين وما حال حرم الحسين وهم عطاشا ولا يطلبون الماء إلا من يد عمهم العباسة وسكينت سكت الطفيل باسمك ساعة ويجيب الماء عمك بعد هذا اللي ها بعد دموع ما نزلت ها بعد قلب ما انكسر أجركم الله وبيناه وكذلك اذ رفع العباس رأسه وعفره بالتراب هنا الوفاء وهنا المرؤة ها أخذ الحسين رأسه جعله في حجره وهكذا العباس يرفع رأسه يعفره بالتراب نادى الحسين أخي أبا الفاضل هذا الوداع الأخير خل أعاينك عدله خل أودعك ذن خوي ها يقل له هنا الشعر شلون يصور الحالة ها شال السبط راسه بحسره وحطه بحجره شال أبو فاضل ورد بحرة الغابره عباس يا أخو الله الله عباس يا أخو شمالك يا أخو يشلت راسك من وسط حجري مصابك شجاني وذوب فهدي وقطاع قلبي عباس يا أخو يلا ويا الحسين عباس يا أخو يقول لي أخو يشلون خلي راسي بحجره مولاي أفرج الله أعتذر مولاي يقول لي أخو يشلون خلي راسي بحجره وانت بعد ساعة الشبر يجلس على عباس يا أخو بعد بعد عيده وانصوتك عباس يا أخو أجركم الله جملة وأسألك الدعاء هذا وكيف يخبر الحوراء زينب ترى هاي أم المصائب من ذاك اليوم اللي عصرت أمها بين الحائط والباب أجركم الله يقولون جاء الحسين إلى خيمة العباس من دون أن يكلم العلويات جر عمود الخيم الخيمة انقبقت يعني يا زينب راح أباس راح أبو فاضل راح شيال العلماء يقول لي يا زينب راح أخو يا راح أباس وراح الضغم اللي يرفع عار عفية بيك أخو يوظل يبجي علي هدر يعو Carib 毫 الطاس ق daqui مطبر يزينب لها تعط به ها جركم الله عاد هناك زينب ها و توجهت نحو المشرعه الحسين يقل للهوان رايح يا زينبه تقل لها انا رايح العباس جعده جعده وركبه شفوفه فوق زنده وقل للحرم قوي صارت بشده وحملي وقعياه اليسنده تقل لها ودعتك الله يا غريب المحتضب عنك يا نور العين سافرت بيتاما ودعتك الله يا قمار هاشم يا سرداء نايم بجنب المشرعه وضعني الحرام شا خويا من يعدل الهودج يا خويا لاص غوما قطع الفياف بلا ولينصاب الفوسف على العباس ما دام عندك هاي الدمعة وليلة الجمعة لك حالة انا وياك اخر نياحة ويا الزهراء واعتقد انها حاضرة في مجلسنا ولينصاب الف وصفة على العباسيان وان صوتك عمهم اخراسة على الجد في نيان والينصاب المياء تمدوم لو لاحسين ينصاب لما تحضر الرايا الهاشمية عباس يا راعي الشريعة والحرم بحماك قد نامت سكينة في الخيم صرخت ونادت يوم قد سقط العلم جمال يومنا مات اعينان بكلام وتسهدت اخرى والدكم اجوري ان شاء الله جميعا ارفعوا ايديكم بالدعاء الاهنا بقمر العشيرة باب الفضل العباس باب الحوائج الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه اما يجيب المضطر اذا دعاه اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير شيعته واعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه يا الله اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عيننا ابدا اللهم اجعل مماتنا في هذه المجالس الحسينية يا الله الهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه لا سيما بامام زماننا اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة يا الله اخوتي اخواتي المستمعين المستمعات الباكين الباكيات اللهم اتقبل منهم باحسن قبولك اللهم ازد في توفيقاتهم أطل في أعمارهم بارك اللهم فيهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة بحق محمد وآلي محمد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما موتى هذا الجامعة رحم الله من يقرأ الفاتحة مشفوعة بصلاة على محمد وآلي محمد الله سبحانه وقاسمتهم فرحتي الشاركوني بسمتي يبعد يلهم لما نشتم عطر ديره عطر ديره اي روحي ميشتاقة وتحل وتارسي عيون الحزين بيد شمعه قلب دمعه تواسبي يقول تواسبي ما ألقى مثل هم وين ما أمشي لما أمشي